تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء وبحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب شهدت مملكة البحرين يوم أمس فعاليات النسخة السابعة من السباق الرئيسي لبطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي 70.3 وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أن استقطاب مملكة البحرين للبطولات العالمية الكبرى واستضافتها تسهم بشكل فاعل في تحقيق رؤى وتطلعات جلالة الملك المعظم في جعل مملكة البحرين وجهة سياحية بارزة في الحقل الرياضي وبما يؤكد على الدوام ما حققته المملكة من منجزات رياضية طوال السنوات الماضية وعرب سموه عن فخره وتنتمينه لاهتمام ودعم سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء ومتابعة سموه الدائمة الأمر الذي ينعكس على جعل الجانب الرياضي أحد الروافد الهمة والفاعلة في تحقيق رؤية المملكة الاقتصادية 2030 وعبر سموه عن سعادته البالغة بما حققته مملكة البحرين من نجاحات في استقطاب الفعاليات الرياضية الكبرى ما جعلها محط أنظار العالم الأمر الذي يجعل من الجانب الرياضي محور تأكيد دائم على نماء البحرين وازدهارها بما يرفض رصيد منجزاتها دوليا مشيدا سموه بالمسؤولية العالية التي تتمتع بها مملكة البحرين وحرصها الدائم على بذل كافة الجهود التي من شأنها تسجيل نجاحات جديدة من خلال التنظيم المثالي لبطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي متمنين سموه كل التوفيق والنجاح لكافة المشاركين ومشيدا بجهود كافة المساهمين في تنظيم البطولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر